ترجمة نانسي قنقر مكوناً أساسياً لخطة تنفيذ استراتيجية تمكين للعام 2021-2025 الرامية إلى خلق الأثر الاقتصادية الأكبر بما يتماشى مع الأولويات الوطنية من خلال تزويد المؤسسات بالتمويل اللازم للارتقاء بأعمالها ودعم توسعها محلياً ودولياً بهذا المناسبة أكد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين على الدور الذي تؤديه تمكين في تسجيع الاستثمار والتوظيب والتدريب في كافة القطاعات لسيماً القطاعات الواعدة مما يساهم في خلق التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني وستقدم تمكين أفضل الحلول التمويلية من خلال مجموعة من البرامج لتحقيق أهداف تطوير عمل المؤسسات وذلك وفقاً للركائز الأساسية التي تمنتها تمكين منذ التأسيس تحقيق أهداف تطوير عمل المؤسسات